بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين اليوم حدث تاريخ بكل المقاييس المقاومة تأخذ زمام المبادرة بمعركة طوفان الأقصى لرد الاعتبار ورد على العدوان الصهيوني الذي يستهدف المسجد الأقصى والذي استهدف حرائر القدس كما استهدف الأسرى وكل الفلسطينيين اليوم هذا الطوفان الأقصى ينبغي أن لا يكون طوفان خاصا بالفلسطينيين ومقاومتهم بل ينبغي أن يكون طوفان للأمة يجرف الكيان الاحتلال بأرض فلسطين كما يجرف كل المطبعين الذين يوالون الكيكيان الاحتلال اليوم نحن كشعوب عربية وكشعوب مسلمة مطالبون بالوقوف ومساندة المقاومة والشعب الفلسطيني في هذه المعركة التاريخية هذه المعركة الحاسمة هذه المعركة المصيرية بالنسبة للقضية الفلسطينية لا يُعذر أحد عن التخلي عن المشاركة بالدعم بكل الوسائل والإمكانيات فنحن ندعو شعبنا المغربي كما ندعو شعوب المغرب الكبير كما ندعو شعوب الأمة إلى التضامن ومساندة والوقوف مع المقاومة والشعب الفلسطيني في هذه المعركة الحاسمة التي لا شك سيكون للكيان الصهيوني عدوان وسيكون للكيان الصهيوني بطش لرضي الاعتبار فعلينا أن نقف صفا واحدا مع إخواننا في محنتهم وفي معركتهم التي هي معركتنا جميعا من أجل تحرير الأقصى ومن أجل تحرير فلسطين كل فلسطين ومن أجل تحرير الأمة من راوقة الاستبداد والفساد وإنها العقبة واقتحام حتى النصر إن شاء الله عز وجل ندعو للانخراط في كل المبادرات وكل الأشكال التضامنية المزمع تنظيمها تداء من يوم السبت واليوم الوطني يوم الأحد من أجل مساندة إخواننا في معركتهم الكبرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته